اهلا بحضراتكم في هذه التغذية يواصل تضخم تهديد كارة امريكا اللاتينية حيث ارتفعت الاسعار نتيجة للعديد من الاسباب من بينها حرب اوكرانية بالاضافة الى التغير المناخي خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وموجات الجفاف الشديدة الحقيقة ان التضخم يعتبر البطل الرئيسي للعملية الانتخابية التي ستجرى هذا العام في الارجنتين وتم بالفعل تحديد الترشيحات الرئيسية للانتخابات الاولية والالزامية وعلى الرغم من ان بيانات التضخم الاخيرة افضل من المتوقع الا ان الازمة لا تزال تؤثر على السكان خلينا اقول حضراتكم ان من المكرر انطلاق الانتخابات التمهيدية للرئاسة في الارجنتين ومن يفوس في الانتخابات ويصل الى منصب الرئاسة سيتعين عليه التعامل مع وضع اقتصادي صعب حيث بلغ التضخم المتراكم في الاشهر الاثنى عشر الماضية مية واربعتاشر فاصل اثنين من عشر في المية بتطبع الوضع الاقتصادي متأزم ايضا ارتفعت اسعار مجموعة من السلع والتي شهدت اسعارها زيادة الاعباء على العائلات الاكثر فقرا هذا بخلاف بند اخر له تأثير كبير على المواطنين في الارجنتين وهو الاسكان والمياه والكهرباء وانواع الوقود الاخرى والتي شهدت ارتفاعا كبيرا بسبب ارتفاع اسعار الكهرباء والغاز وننتقل من الارجنتين الى فنزويلا والتي وصل حجم التضخم في شهر مايو الى 7.6 من عشر في المية بارتفاع 5.1 من عشر نقطة مقارنة بشهر ابريل عندما سجل 2.5 من عشر في المية حيث بلغ معدل التضخم الشهري 7.6 من عشر في المية والتركم 84.9 من عشر في المية ووصل تضخم الاقتصاد السنوي لربعمية تمانية وخمسين في المية وتعتبر اعلى زيادة في الاسعار في مايو بقطاعات الترفيه بنسبة 13.3 من عشر في المية في الملابس والاحذية بنسبة ارتفاع بلغة 16.7 من عشر في المية والمعدات المنزلية بزيادة قدرها 11.4 من عشر في المية وايضا اجارات المساكن بنسبة 10.3 من عشر في المية وننتقل الى المكسيك والتي وصل فيها التضخم الى ارتفاع ل 16 في المية اكثر من العامين الماضيين وعلى الرغم من ان بعض الاطعمة شهدت استقرار في الاسعار الا ان سلع اخرى كثيرة لا تزال تسجل زيادة في مستوى الاسعار وشهدت اسعار السلع في المكسيك بمايو 2023 ارتفاعا يمكن مراحضتها في بعض المكونة مثل الجنبري والليمون والبصل والافوكادو والتي سجلت زيادات في الاسعار باكثر من 50% خلال عام 2022 مستمرين في توطية اخباري على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع شكرا جزيلا لحضراتكم 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 شكرا جزيلا لحضراتكم